حسين أشيو هل في كاس العالم يجب أن تكون لديك فقط؟ ليس فقط يكون عندك العامل الأساسي هي الروح القتالية كما قال القوة وهذه الروح اللي يكون عندك وعطالك كثير من المنتخبات الأمثلة هذا الذي يجب أن يكون في المنتخبات أم أنه أمور أخرى أمور تاكتيكية وأمور ربما أخرى في كاس العالم الروح القتالية هذه لازم تكون في كورة القادمة العامل أساسي؟ العامل أساسي هذا الآن في كورة القادمة في مستوى العالي لازم تكون عندك روح قتالية عالية وما تستسلمش ويكون عندك يعني منطال معنويات دايما عالية عالية ومن حديد يعني ما شيء لا تتأثر يعني سريعا لازم يعني تكون تقاوم 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 تعب تقاوم ردات الفعل تقاوم كل شيء تقاوم الغلاطات التي تقدر تعملها وما تخليكش ترضع في المباراة لازم هذا شيء كل هذا شيء يكون عندك قوة تتحمل جميل ولكن ما يكفيكش تكون عندك روح قتالية والطاكتيك وين تخليه طاكتيك يعني الفردي والجماعي تدخل تلاعب بروح قتالية وبدون تنظيم مهمة صعبة أو مستحيلة بالنسبة للكامرون في المواجهة الأخيرة ما فيش مستحيل في كورة القادمة جميل ما فيش مستحيل أمام البرازيل حتى أنا أمام البرازيل شوف مباراة ما تشبهش المباراة من خلال وشفنا مبارتين للكامرون ومن خلال وشفنا مبارتين لبرازيل هل المهمة أقرب إلى المستحيل شوف لبرازيل باش يعني تعمل معاه يعني نتيجة إيجابية لازم ما تعملش أخطأ تكون في أعلى مستوى شوف اليوم منتخب السويسري ما عملش تقريبا أخطأ ولكن شفنا يعني فرضيات من نوع رافع يعني تلت لعبين اللي كانوا في ثلاثة تعريل مادريد وواحدة راحل مانشستر يونايتد كازيميرو بلمسة واحدة كيفاش يدخل داخل تمنتاش ويخلي وهي يدخل تريد أن تحلل المواجهة مباشرة إلى البرازيل لا لا ما راحوش مؤمن أرجو أن تبقى فقط في مبارك أنا جبتل المات اللي حاكي باش شوف التركيز لازم خمسة وتسعين تمانية وتسعين دقيقة رانا نشوف الوقت الفعلي الآن اللي راه يتلعب تسع دقائق عشر دقائق سبع دقائق والتعب يخليك تعمل غلاطات باش نعود نولي السؤال ما نهربش الحاكيم ما نخرجوش على الموضوع مستحيلة غير مستحيلة لأن كان المنتخب الكامروني كان قادر يفاجع المنتخب السويسري عدة مرات وما يقدر يسجل هدف بكرة تابتة شوف اليوم لعب مع الفريق عنده يعني أكبر قامة نظن في الموندياس صح معدة القامة معدة القامة ميتر وتمينية وتنين لا أنا حتى أكد معدة الحاكيم ميتر وتمينية وتنين ميتر وتمينية وتسعين حكي معدة القامة نعم في الكورات وسجل عليه كيف سجل كورة ميتروفية كيف سجل هدف الأول أركنية صح ضرب الكورة شوفه موتينغ وجال من وراء وحطها الداخل بشوف قد ويسجل للبرازيل برازيل يخرج ويخلي مساحات يقدر يغلق وما يعملش أخطاء ويفوز واحد سفر أو يزيد يسجل هدف تاني على باك باللي كي تبقى دقيقة دقيقتين الكل يصعد كي ما عمل يعني متخب إيران الكل يصعد وراح فيه هجوم مرتد وسجل الهدف تاني ولكن باش الكاميرون تفوز ضد البرازيل نحن نكونوا واقعيين صعب جدا لازم يقدمونا مبارا لإعمارهم ما قدموها في حياتهم فرضيا وجمع وهذا أقرب إلى المستحيل شكرا جزيلا